افتتح وزير الصحة الدكتور مجل محيلان والسفير الامريكي في عمان ستيورد جونز قسم الطوارئ والاسعاف المحدث في مستشفى الشون الجنوبية الذي تم تحديثه بالتعاون مع وزارة الصحة والوكالة الامريكية للانماء الدولي ويهدف التحديث الى تقديم خدمات طوارئ عالية الجودة لسكان الشون الجنوبية حيث شملت اعمال التحديث تجهز قسم الطوارئ بمعدات طبية وفقا للمواصفات العالمية لضمان سلامة المرضى والكادر الطبي من خلال وضع كاميرات مراقبة السفير الامريكي ستيورد جونز قال ان تحديث قسم الطوارئ والاسعاف جاء بكلفة اضافية تصل الى مليون ونصف المليون دولار من جانبه قال الدكتور فايز الخرابشي مدير مستشفى الشون الجنوبية ان المستشفى سيكون قادرا على توفير العلاج لعدد اكبر من المرضى وتقليل عدد المرضى المحولين لمستشفيات اخرى في المملكة تم اليوم افتتاح وتحديث قسم الاسعاف والطوارئ في المستشفى ليصبح 1050 متر من مساحة 250 متر بالسابق تم تجهيزه وتصميمه باحدث المواصفات العالمية وعلى المعايير العالمية ليحسن من الخدمة المقدمة لسكان لواء الشيون الجنوبية بيهدف مشروع دعم النظم الصحية الثاني الى دعم الوزارة مديا وفنيا لتقويت الانظمة الصحية وتسهيل الوصول الى الخدمات الاولى بالرعاية ورفع جودة هذه الخدمات اشتركوا في القناة